موسيقى ديمستورا يحدد موعدا جديدا لمفاوضات السلام السورية ويشدد على أن حل الأزمة يبدأ بمكافحة الإرهاب القوات العراقية تطهر جيوبا في الموصل القديمة من داعش ووزارة دفاع الأمريكية تعلن قتل زعيم داعش الجديد في أفغانستان في ضربة جوية أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدين كرام أهلا بكم إلى نشرة اليوم المفصلة من أخبار الآن نبدأها من الشأن السوري وعلى الصعيد الدبلوماسي تحديدا إذ أقر المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان ديمستورا بأن وفد النظام إلى محادثات جينيف لم يبدي استعدادا لبحث موضوع الانتقال السياسي وقال ديمستورا إن محادثات السلام السورية التي اختتمت أمس شهدت تقدما ضئيلا معربا عن أماله في أن تدفع الجهود الدولية أطراف الأزمة إلى اللقاء المباشر في الجولة المقبلة من المحادثات في شهر أيلول سبتمبر المقبلة الأولويات بالنسبة للأشهر المقبلة تتمثل في عقد جولة جديدة في سبتمبر المقبل لكن قبل ذلك يجب العمل على دعم أي جهود تسهل الحوار المباشر بين جميع الأطراف هذا أساسي حتى يتسنى لنا في سبتمبر أن نعد العدة لتجاوز عدد من المسائل الخلافية علينا أن ندعم أيضا جهود التهديئة على الأرض من خلال الاجتماعات في أستانا وهنا أؤكد أن مسار جينيف يدعم مسار أستانا وأن مسار أستانا يدعم مسار جينيف أيضا كشفت مصادر قريبة من دوائر صنع القرار الإقليمي والدولي وجود فرصة لتحويل وفع إطلاق النار في الجنوب السوري إلى نموذج لسوريا جديدة فرصة حقيقية لتحويل وقف إطلاق النار في الجنوب إلى نموذج لسوريا الجديدة سوريا ما بعد نظام الأسد فرصة يجب أن لا يضيعها السوريون بل يجب أن يساهم في نجاحها فبحسب مصدر سوري مطلع على حوارات دولية حول مستقبل اتفاق وقف إطلاق النار في الجنوب السوري فإن الأحداث مقدمة على تسارع كبير يبدأ بتطهير المنطقة الجنوبية من القوى المتطرفة كداعش والقاعدة وتوحيد البندقية السورية المحلية في مجموعتين كحد أقصى الأمر الذي يضمن الأمن وينهي فوضى السلاح والرايات ويؤسس لوقف اقتصاد الحرب لإطلاق عملية إعادة بناء واستئناف النشاط الاقتصادي وتأمين ظروف لعودة مئات آلاف اللاجئين في دول الجوار إلى جنوب سوريا في لقاء جمع رئيسي الولايات المتحدة وفرنسا في باريس أكد الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون أنه طلب هو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب من دبلوماسيين إعداد مبادرة ملموسة في الأسابيع القادمة بشأن مستقبل سوريا في حين كشف ترامب عوجود خطة للوصول إلى وقف ثاني لإطلاق النار في منطقة بلغة صعوبة في سوريا أوضح ماكرون أن المبادرة السياسية المشتركة تتألف من مجموعة اتصال تضم الدول الخمسة الدائمة العضوية في مجلس الأمن وعددا من دول المنطقة وممثلين عن نظام الأسد وجدد الرئيس الفرنسي التأكيد على أن موقف بلاده بشأن سوريا تغير وأن الهدف الرئيسي هو اقتلاع كل المجموعات الإرهابية وشدد الرئيس الفرنسي على خطوط بلاده الحمراء في سوريا وفي طليعتها استخدام أسلحة كيموية مهددا بأن الرد سيكون مباشرا يأتي ذلك في وقت أبدت روسيا استعدادها لنشر مراقبين لمنع أي انتهاكات من جانب قوات الأسد لوقف إطلاق النار في جنوب غرب سوريا وفي خطوة تبعث الأمل في نفوس السوريين بأن انفراجا للأزمة يلوح في الأفق أكد المبعوث الأممي ستيفان ديمستورا قبيل ختام الجولة السابعة من مفاوضات جينيف حول سوريا اقتراب الطرفين من عقد أول لقاء مباشر بينهما بنهاية أغسطس أب المقبل في حين جددت الهيئة العليا للمفاوضات التأكيد على أنه لا معنى للحديث عن مكافحة الإرهاب أو أي مسائل تقنية ما لم تطرح قضية الانتقال السياسي أفاد نشطاء سوريون بنهيار مبنى السكني في بلدة عين ترما في ريف دمشق جراء ضربات جوية لقوات الأسد وقوات روسية وقالت مصادر ميدانية أن القصف تركز على الأحياء السكنية وسط المدينة وخلف عشرات القتلى والجرحى معظمهم من النساء والأطفال قتل أبو مشعل الجزراوي مسؤول ما يسمى جهاز الحسبة في مدينة الشعارة في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي ومعاونه جراء استهدافهم بضربة لطائرات قوات التحالف الدولي أمس في قرية دبلان في ريف دير الزور إلى ذلك ذكرت مصادر محلية أن مجموعة من القادة البارزين في تنظيم داعش بينهم أجانب فروا خلال هذا الأسبوع من محافظة دير الزور إلى مدينة عزاز في ريف حلب الشمالي قرب الحدود السورية التركية وضفت المصادر لأخبار الآن أن قياديين عسكريين أمنيين من الصف الأول فرى أيضا إلى الشمال السوري ومنهم نائب أمير جهاز الحسبة في مدينة الشعارة المدعو حامد النوري والملقب بأبي حمزة القرعاني كثير من النساء الأزيديات تعرضنا للاختصاب والعنف الجسدي من قبل أمراء ومسلحي تنظيم داعش فضلا عن الاتجار بهن نور الخضر هي إحدى النساء الأزيديات تسرد قصتها في جزئها الثاني لأخبار الآن وتكشف كيف ساقها التنظيم إلى تدمير تدمر لبيعها في سوق السبايا وتحكي عن تجربتها المؤلمة باختصابها من قبل أبي سلمان التونسي على مرأة من زوجته نتابع أخذنا تنظيم داعش إلى تدمر وبقينا هناك شهرين كنا في سجن يشبه القلعة وفي منتصف شهر رمضان سجلوا أسماءنا وفرزونا إلى مجموعات كل مجموعة تحتوي من خمس إلى عشر نساء وأخذونا ليلا إلى السوق بعد أن أدخل مجموعتين جاء دوري حيث كنت بالمجموعة الثالثة وكانت عندها الساعة العاشرة لقد كان السوق في مكان ما تحت الأرض وعناصر داعش كانوا هناك بالمئات عندها لم نستطع رفع رؤوسنا خوفا منهم فبدأوا بإذاعة الأسماء وجاء إسمي ثالثا أمروني بالمشي بين جموع عناصر التنظيم والتجول في الممر ثلاث مرات بعد أن خلعوا الغطاء عن وجهي فرحت أمشي بينهم مستحبة أطفالي والدموع تغطي وجهي في الجولة الثانية رفع أحدهم يده وقال هذه لي أنا أريدها لقد كان أميرة تدمر وتاجر سبايا ويدعى أبا هاشم فأخذني معه إلى مقره وكان لديه هناك سبع سبايا غيري وبعد خمسة أيام أخبرني بأنه سيبيعني لأمير آخر في الرقة فبكيت وتوسلت إليه لألا يبيعني وقلت له لماذا تفعلون هذا بنا لكنه حقا باعني لأمير من الرقة يدعى أبا سلمان التونسي وفي الساعة الرابعة صباحا وصلنا إلى الرقة وأخذني إلى بيته فقالت لي زوجته إذا ناموا أولادك تعالي إلى غرفتي سنتحدث قليلا فقلت لها سأبقى مع أولادي فأجابتني أنه يجب أن أتبعها فذهبت معها ودخلنا إلى غرفة النوم حيث كان زوجها هناك قلت لهم أرجوكم وأحلفكم بحق الله ورسوله لا تعتدوا علي سأفعل ما تطلباهم من خدمات لكن لا تعتدوا علي فبدأ بشتمي ووجه لي كلاما بذيئا فبكيت ورحت أصرخ وأضرب نفسي حتى سمع كل من بالجوار صراخي فوضعا الأصفاد في يداي وقدماي واغتصبني على مرءا من زوجته بعدما رأى ممانعتي له قام ببيعي لسعد الجزراوي فبقيت عنده سنة وشهر وكان لدى ساعة ست سبايا أخريات وفي إحدى الليالي أخذني مع أولادي إلى مكان بين الرقة والطبقة وأنزلنا من السيارة وأزال الخمار عن وجهي وبدأ بضربي بالكرباج ضربا مبرحا حتى سالت دم من أذني وصار جسمي أزرقا من الضرب هنا قلت له أنا امرأة اقتلني لأنتهي من هذا العذاب وخذ أطفالي أنا امرأة لا حول لي ولا قوة فهدأ واستحبني إلى بيته الآخر في الطبقة احتلال داعش لمناطق واسعة في ريف درعا الغربي وخاصة الأبار والسدود أحال بحيرة المزاريب إلى مستنقعا صغير بعد احتكار التنظيم مياه السدود والأبار التي تغذيها والتي تقع ضمن مناطق سيطرته سامح الغزاوي أحد المتضررين من نظوب مياه بحيرة المزاريب كان يمتلك قاربا سياحيا يعتاش منه قبل أن تجف البحيرة نتابع قصته أنا سامح الغزاوي ومحافظة درعا من بلدة المزاريب صاحب أحد الشخاتير بحيرة المزاريب الشخطورة كانت تعتبر رزق الأساسي ورزق كثير من الشباب بالبحرة بعد نشفت البحرة المزاريب انقطع رزقي ورزق شباب كثير في هذه البحرة السبب الرئيسي سبب نشاف بحيرة المزاريب هو سيطرة الدواعش على حوض اليرموك على مناطق متقدمة من ريف درعا الغربي السبب النشافة كمان أن المزارعين لم يكنوا يزرعوا بالحوض يزرعوا حوالي بحيرة المزاريب وفي الريف الغربي المسيطرة على الدواعش وصار سحب كثير مياه من بحرة المزاريب أدى إلى جفافها وفي مواتير كثير شغالت وظلت شغالة 24 ساعة على بحرة المزاريب ما بتطفي وشان مزارع يزرع محاصيلوا وبحرة المزاريب تعد بحرة تاريخية يعني بحرة المزاريب كانت على دور الحجاج وكان محطة للحجاج بحرة المزاريب معا تصفت بحرة صارت مستنقعة صغيرة بحرة المزاريب بحرة المزاريب كانت متنفس لكثير من الناس يعني بعد سيطرة النظام على أغلب المناطق كانت تروح لها الشباب بس بدي يرفعوا عن نفسه وأغلب المناطق اللي كانت باللحوض مثل الوادي جلين مثل الساد عدوان كانت الناس تروح بس تضيق عليها تقعد فيها فما صفه ملجأ وحيد غير هو بحرة المزاريب بعد جفاف بحرة المزاريب يعني الواحد ما ضلوا له ملجأ يروح عليه ولا مطرح يروح يتنفس فيه وإحنا نتمنى إن شاء الله أن الله يفرج على درعة يفرج علينا وتنحلها الوضع لنشرتنا بقية مشاهدين ولكن لنا عودة بعد فاصل قصير أحييكم من جديد في الشأن العراقي واجهت القوات الأمنية العراقية أمس جيوبا من المقاومة من قبل تنظيم داعش في منطقة الموصل القديمة بعد أربعة أيام من أعلان تحرير المدينة من احتلال التنظيم وقال بعض السكان إن مروحيات تابعة للقوات العراقية حلقت فوق المدينة مضيفين أنهم سمعوا ذوي انفجارات يتوقع خبراء في الجماعات المتشديدة أن يكون تحرير مدينة الموصل بوابة لمعرفة أسرار داعش التي أخفها عن العالم طوال الأعوام الثلاثة الماضية ويرى الخبراء أن إمكانية القضاء على التنظيم وفكره المتطرف ستكون أسهل بعد معرفة أسراره لسيما التنظيمية والعسكرية التقرير أتى لمشاهدين والتفاصيل كنز معلومات وأسرار ينتظرها العالم بشغب عن أكبر التنظيمات الإرهابية في العالم داعش بعد أن ترك عاصمة خلافته المزعومة وفر بقادته إلى مناطق أخرى عشرات من المقاتلين الأجانب سلموا أنفسهم بعد أيام من إعلان النصر وتحرير مدينة الموصل ثانية كبرى مدن العراق هؤلاء المقاتلين قد يكونوا طرف الخيط الأول لفتح بوابة كنز المعلومات لسيما لجهة إمكان كشفهم خلايا تابعة للتنظيم حول العالم وطرق سفرهم إلى سوريا والعراق وربما كشف مصير زعيم داعش نفسه أبو بكر البغدادي مقار التنظيم في المدينة هي الأخرى قد تكون بوابة الولوج إلى أسرار داعش وخاصة فيما يتعلق بعملياته المالية والتنظيمية وكيفية إدارة أفراده لباقي المناطق التي احتلها التنظيم وبين أطلال المنازل التي استولى عليها ودمرها قبل انسحابه من المدينة قد تنكشف أيضا مخططات التنظيم العسكرية وأسماء القائمين عليها إلى جانب أنواع الأسلح التي يستخدمها وطموحاته وعمليات التطوير العسكري أعداد الضحايا والمعتقلين في سجون التنظيم قد تكون أكثر وضوحا بعد تطهير الموصل وبدء احمليات التوثيق لا سيما أن داعش لجأ في إخفاء ضحاياه إلى استخدام المقابر الجماعية للتغطية على الجرائم التي ارتكبها خلال الأعوام الماضية تحت هذا الركام أسرار طالما أخفاها داعش عن أنظار العالم وبكشفها قد تبدو عملية القضاء على هذا التنظيم وفكره أقرب من أي وقت مضى بحسب ما يراه خبراء وما هي إلا أيام ويتعرى داعش بالدليل القاطع أمام الجميع أعداء أكانوا أموالين الخبير العراقي في الجماعات المتشددة ضياء الوكيل قال إن تنظيم داعش ترك كثيرا من الوثائق المهمة بعد هزيمته في الموصل مضيفا في مداخلة مع أخبار الآن أن المعلومات التي تحتويها تلك الوثائق ستؤثر على بنية التنظيم وستلحق به غررا كبيرا الاستخبارات العسكرية وحتى الغربية كانت تسعى دائما وتحاول إلى الحصول على المعلومات ولذلك كانت تقوم بعمليات إنزال على بعض المناطق لإعتقال أو أسر بعض من عناصر القيادية لتنظيم داعش والحصول على معلومات من خلال مراقبة الحواسيب أو السيطرة عليها والحصول على بعض الوثائق في اعتقادي تنظيم داعش احتاطة لهذا الموضوع ولكن مع ذلك ترك الكثير من الوثائق المهمة وهذه تحتاج إلى دراسة وتقييم من قبل أجهزة الاستخبارات وتحتاج بعض الوقت ولكن بكل تأكيد ستؤثر على البنية التحتية لتنظيم داعش وستلحق بهذا التنظيم المتطرف أضرار جسيمة إنسانيا اتهمت منظمة هومن رايس ووش قوات الأمن العراقية بالتهجير القسري لما لا يقل عن 170 أسرة من أسر أعضاء في تنظيم داعش إلى مخيم إعادة تأهيل مغلق في شكل من أشكال العقاب الجماعي التفاصيل مع الزميلة ميسون بركة حكومة العراق تواجه الآن مهمة منع وقوع عجمات انتقامية ضد أشخاص كانوا تحت احتلال تنظيم داعش من شأنها هي والتوترات الطائفية أن تقوض المساعر الرامية لتحقيق استقرار طويل الأمد في البلاد لما فقيه نائبة مدير قسم الشرق الأوسط في يومن رايتس ووش قالت إنه يتعين على السلطات العراقية ألا تعاقب أسرا بكاملها على أفعال بعض أفرادها وأضافت أن هذه الانتهاكات هي جرائم حرب وتقوم بتخريب جهود تشجيع المصالحة في المناطق التي استعيدت من داعش وأضافت المنظمة أن تهجير القسري والاعتقال العشوائي يمارس في محافظات الأنبار وبابل وديالا وصلاح الدين ونينوة ويؤثر في مجمله على مئات الأسر وذكرت أن قوات الجيش والشرطة لم تفعل شيئا يذكر لوقف الانتهاكات وفي بعض الحالات شاركت فيها وأضافت المنظمة أنها زارت مخيمة البرطلة والتقت مع أربع عشرة أسرة كل منها يصل عدد أفرادها إلى ثمانية عشر فردا وذكر بيان المنظمة أن المخيم الذي وصفته السلطات العراقية بأنه يهدف إعادة التأهيل يصل إلى حد مركز احتجاز للبالغين والأطفال الذين لم يتهموا بارتكاب أي مخالفة ودعت المنظمة إلى السماح للأسر بالذهاب إلى مكان يمكنها العيش فيه بأمان من جانبه قال العميد يحيى رسول المتحدث باسم الجيش العراقي للسحفيين في واشنطن إنه ليست لديه معلومات دقيقة بشأن ما يجري ونفى قيام القوات العراقية بأي تهجير قسري للعائلات مشيرا إلى أن القوات تحاولوا توفير ممرات آمنة لتجنيبهم مناطق المعارك في مصر أعلنت مصادر أمنية مصرية قتلى سائحتين ألمانيتين وإصابة أربع أخريات بجروح من جنسيات مختلفة في حديثة طعن بمنتجع الغردق الشهير في مصر المطل على البحر الأحمر وأكدت المصادر أن الأجهزة الأمنية المصرية اعتقلت المعتدي الذي استخدم السلاح الأبيض في الهجوم بعدما تمكن من التسلل إلى الفندق سباحة من شاطئ عام مجاور في السعودية فادت وكالة الأنباء السعودية نقلا عن المتحدث الأمني في وزارة الداخلية بقتل جندي وإصابة آخر بجروح في محافظة القطيف وقتل الجندي إثر تعرض إحدى دوريات حرس الحدود لإطلاق نار وعقب الحادث باشرت أجهات الأمنية بالتحقيق في الواقع من أجل إلقاء القبض على منفذي الهجوم أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية قتل زعيم داعش الجديد في أفغانستان أن مدعو أبو سيد في ضربة جوية نفذت في ولاية كونار في الحادي عشر من الشهر الجاري وقالت متحديثة باسم البنتاجون أن الضربة الجوية استهدفت مقرى لداعش وأسفرت أيضا عن قتل مجموعة من مسلحي التنظيم مضيفة أن قتل أبو سيد سيعطل مخططات التنظيم المتطرف الرامية إلى توزيع وجوده في أفغانستان نشرتنا مستمرة مشاهدين وفيها بعد فاصل أخير دراسة جديدة تكشف أن الأطفال المصابين بالسمنة معرضون لأمراض القلب والسكري أحييكم من جديد مشاهدين الكرام ونتحول وإياكم إلى مغتناتنا من الصحافة العربية لهذا اليوم تجوالنا القصير مشاهدين بين الصحف العربية لهذا اليوم خصصناه للأخبار التكنولوجية والبداية من صحيفة الويام التي نقرأ منها نوكيا تستعد لإطلاق هاتفها الرائد نوكيا 8 جاء في تفاصيل الخبر تستعد شركة نوكيا لإطلاق هاتفها الذكي الرائد الذي يحمل اسم نوكيا 8 الذي أكدت تقارير أنه يمتلك تصميم رياضيا بحواف جانبية رقيقة إلى جانب منفذ USB-C ومكبرات الصوت مزدوجة في الجهة السفلية من الهاتف الذكي نطالع مشاهدين من صحيفة اليوم السابع المصرية كشفت شركة سامسونج عن أول شاشة سينمائية تمتلك تقنية LED في العالم الشركة قالت أن التصميم للشاشة يأتي على شكل الشاشات السينمائية مع دعم تقنية المجال الديناميكي لتوفير تجربة مشاهدة أكثر متعة ونبضا بالحياة واخترنا لكم مشاهدين من صحيفة الغد الأردنية ساعة ذكية يتم شحنها بوسطة حركة اليد تعمل شركة سيكونت على تطوير ساعة لا تحتاج لشحن البطارية على الإطلاق تقول الشركة المصنعة أن شحن الساعة يتم عن طريق تحويل الطاقة الحركية إلى تيار كهربائي لتشغيل نظام العالمي لتحديد المواقع جي بي أس وعداد الخطوات وتقنية البلوتوث وغيرها من الوظائف الذكية صحيفة القبس الكويتية مشاهدين عنوانت بين صفحاتها لهذا اليوم مايكروسوفت تتخلى عن ويندوز فون تحلت مايكروسوفت عن نظامها لتشغيل الهواتف الذكية ويندوز فون وكانت الشركة أعلنت نهاية السنة الماضية أنها سوف تتوقف عن تحديث النسخة الأخيرة من هذا النظام اعتبارا من الحادي عشر من الشهر الجاري وختاما مشاهدين مع صحيفة النهار اللبنانية وابتكار ألة جديدة لتنظيف الأسنان في عشر ثوان فقط ابتكر خبراء فرشات أسنان آلية لتنظيف الفم بشكل تام في غضون عشر ثوان فقط تتكون الآلة من جزء سفلي يحتوي محركا صغيرا يجاوره جزء آخر يوضع فيه معجون الأسنان ثم وعاء من السيليكون شبيه بطقم الأسنان الصناعي يدخل في الفم حيث تمكن الاهتزازات التي يقوم بها المحرك من فرق الأسنان في حركات دائرية سريعة مشاهدين وفي خبر عاجل وردنا توان أكدت وكالات أنباء إيرانية قتل مهاجم نفذ عملية اعتداء داخل محطة مترو شهري في طهران مشيرة إلى أن العملية أسفرت عن إصابة نحو 15 مدنيا بجروح والتفاصيل مشاهدين سنوافيكم بها حال أرودها إلينا أيضا في أخبارنا مشاهدين أفاد تقرير أممي جديد بأن ثلاثة من كل عشرة أشخاص في جميع ألحاء العالم أو ما يعادل مليارين ومئة مليون شخص يفتقرون إلى المياه الأمنة والمتاحة بسهولة في المنزل بينما يفتقر ستة أشخاص من بين كل عشرة أو ما يعادل أربعة مليارات ونصف المليار شخص إلى مرافق الصرف الصحي المناسبة التقرير أتالي مشاهدين والتفاصيل في زمن التكنولوجيا والتطور العلمي ما زال الهدف الأول من الحياة لبعض الشعوب هو البقاء على قيد الحياة تقرير الأممي جديد أفاد أن ثلاثة من كل عشرة أشخاص حول العالم يفتقرون إلى المياه الآمنة التقرير الذي صدر عن منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونسيف يقدم أول مرة تقيما عالميا لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي التي تدار بأمان وخلص إلى أن أعدادا كبيرة جدا من الناس ما زالوا يفتقرون إلى إمكانية الوصول إليها ولسيما في المناطق الريفية ويفيد التقرير بأن الملايين من البشر قد تمكنوا من الحصول على الخدمات الأساسية مثل المياه والصرف الصحي في السنوات الماضية ولكن لا تزال العديد من المنازل ومرافق العناية الصحية والمدارس تفتقر إلى المياه والصابون لغسيل اليدين مما يضع صحة الناس وخاصة الأطفال الصغار في خطر الإصابة بأمراض مثل الإسهال ونتيجة لذلك يموت سنويا أكثر من 300 ألف طفل دون سن الخامسة بسبب الإسهال ويرتبط سوء المرافق الصحية والمياه الملوثة أيضا بنقل أمراض مثل الكوليرا والتهاب الكبد في تسعين بلدان كانت تقدم نحو الصرف الصحي الأساسي بطيء جدا مما يعني أنه لن يتم الوصول إلى التغطية الشاملة بحلول عام 2030 ومن بين أربعة مليارات ونصف المليار شخص الذين لا يتمتعون بخدمات الصرف الصحي المدارة بطريقة آمنة ما زال هناك ملياران وثلاثة ملايين شخص لا يحصلون على خدمات الصرف الصحي الأساسية ويشمل ذلك ستمائة مليون شخص يتقسمون المراحيض مع أسر أخرى وتتزايد هذه العادة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بسبب النمو السكاني في خبرنا الأخير تشير دراسة تابعة لشعبة الوراثة البشرية في المركز القومي للبحوث إلى أن الطفل يعد بدينا إذا ما زاد وزنه عن الوزن الطبيعي بمقدار 20% التشير التقديرات إلى أن عدد الأطفال الذين يعانون من فرط الوزن تجاوز في عام 2010-42 مليون نسمة على الصعيد العالمي جيد فقط من تحدد مستقبل الأطفال وترسم طريقهم النظام الغذائي السليم يعتبر أيضا من أهم العدد التي تحافظ على صحة الصغار ومستقبلهم إذ تعتبر السمنة زيادة في حجم الخلايا الدهنية بالنسبة إلى النوع والسن وتعد مشكلة كبيرة تسبب أضرار نفسية وجسدية خطيرة للطفل دراسة جديدة لشعبة الوراثة البشرية بالمركز القومي للبحوث أكدت أن الطفل يعتبر بدينا إذا ما زاد وزنه عن الوزن الطبيعي بنسبة 20% حيث تشير التقديرات إلى أن عدد الأطفال الذين يعانون من فرط الوزن تجاوز في عام 2010-42 مليون نسمة على الصعيد العالمي ويبلغ نهو 35 مليون أولئك الأطفال الذين يعيشون في البلدان النامية ويمكن ملاحظة أعراض السمنة لدى الأطفال في الزيادة بالوزن أكثر من 20% كما تسبب اختلاف في شكل جسم الطفل مع عدم قدرته على الحركة بنشاط مثل زملائه وقد يضطرب سلوك الطفل وينخفض مستواه الدراسي ويكون الأطفال المصابون بالسمنة أيضا معرضين لخطر أمراض الجهاز التنفسي ومراض السكري وارتفاع ضغط الدم وزيادة الكوليسترول وأمراض القلب وقبل ختام النشر مشاهدين هذا تفكير بما جاء فيها من عنوين دمستورة يحدد موعدا جديدا لمفاوضات السلام السورية ويشدد على أن حل الأزمة يبدأ بمكافحة الإرهاب القوات العراقية تطهر جيوبا في الموصل القديمة من داعش ووزارة الدفاع الأمريكية تعلن قتل زعيم داعش الجديد في أفغانستان في ضربة جوية بهذا إذا مشاهدين أنكم قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا دائما لمزيد من الأخبار ويمكنكم متابعتنا على موقعنا الإلكتروني والتواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر ويمكنكم أيضا متابعة بثينا المباشر في ذات الموقع أعود وألتقيكم مشاهدينا بعد أقل من نصف ساعة في موجزة الأنفال اشتركوا في القناة